الحديث الأول فهو الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كان الله قال النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض وهذا الحديث له قصة وهي أن أهل اليمن جاءوا إلى نبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أول هذا الأمر أمر الخلق وبداية العالم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره وفي رواية للبخاري أيضا كان الله ولم يكن شيء قبله وفي رواية كان الله قبل كل شيء راه الإمام أحمد وصعى ومحققه المسند ومعناه أنه تعالى هو الأول قبل كل شيء الأول ولا شيء قبله الأول بلا بداية كما أنه الآخر بلا نهاية سبحانه وبعضهم يقول الأزل أو يصف بالأزلية ومعنى الأزل عدم الأولية فليس الأزل شيئا محدودا فلو قدر أن الأرض كلها وعاء مملوء وعاء مملوء بالذرات وبعد مليون سنة تفنى ذر واحد فقط لفنيت الذرات كلها والأزل باقٍ وهذا للتقريب فقط وإلا فالأزل ليس له بداية أبدا وقد أفاد هذا الشيخ الغنيمار نفع الله به في شرحه لكتاب التوحيد وقد روي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤل أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه فقال كان في عماء يعني ليس معه شيء هذا معنى لفظة عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء لكن هذا الحديث ضعيف رواه الترمذي فنبقى على الرواية الصحيحة في تفسير حديث البخاري السابق كان الله ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء معه يفسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الآخر أنت الأول فليس قبلك شيء وهذا أحسن من أن نقول أزلي أو نصفه بالأزلية نقول الأول يغني عنه الأول وتأكيده فليس قبله شيء بالنسبة للأخوات النساء موجود في آخر مصلى النساء في الخلف عدد من أيضاً كراريس الدورة يمكنهن توزيعها فيما بينهن لكتابة الفوائد في الأحاديث أو على الأحاديث والتعليقات فإذن كان الله حتى نحافظ على النص الشرعي حتى نعبر لم يجي نعبر في حق رب العالمين نستعمل النصوص الشرعية كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء قبله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء رواه مسلم فهذا دليل على أولية الله تعالى وأنه قبل كل شيء وهذا هو الجواب لمن سأل لمن سأل لا يزال الناس يقولون هذا الله خالق كل شيء والشيطان يقول من خلق الله فنقول الله خالق كل شيء وخلق كل شيء أفمن يخلق كمن لا يخلق هل من خالق غير الله أروني ماذا خلق الذين من دونه فهو يخلق ولم يخلق لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي واحد يأتي ويقول ماذا كان قبل الله نقول لم يكن شيء ليس شيء قبله سبحانه هو الأول فليس قبله شيء لما يقول واحد من خلقه نقول هو خلق كل شيء لم يخلقه أحد ولو قلنا خلقه أحد فالأحد هذا هو الخالق وهكذا ومن خلق فستتبين بطلان السؤال بالتسمسل فهذا دليل على أولية الله وأنه قبل كل شيء وعلى أبدية الله وأنه يبقى أبدا لا يزول سبحانه الآخر هذا معنى الآخر ليس بعده شيء وخلص هذه الإجابات القاطعة لكل وسوسة أو أفكار شيطانية يلقيها الشيطان في نفوس البشر من أين جاء من أو نقول خلص هذا هذا شوف هذا كان الله خلص ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء معه خلق ولم يخلق يخلق سبحانه فالأول يدل على أن كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن كل شيء سوى الله مخلوق وهذا يوجب للعبد شكر نعمة الوجود أنت وجدت الآن أشكر ربك أنك وجدت أنه أوجدك وإلا كنت لا وجود ولا تأكلوا لا تشربوا لا تنكحوا لا تنجبوا لا تفكروا لا تعقلوا لا تعمل خلص أنت عدم لولا الله ما كنت لولا الله ما كنت والآخر يدل على أن الله هو الغاية والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتألهها وتعبدها ورغبتها ورهبتها وجميع مطالبها كما قال الشيخ السعدي رحمه الله في الحق الواضح المبين وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث وكان عرشه على الماء وخلق السماوات والأرض يعني وقت خلق السماوات والأرض كان العرش موجوداً أم لا؟ أجيبوني لما خلق الله السماوات والأرض كان العرش موجوداً أم لا؟ موجوداً كان موجوداً ففي هذا الحديث دليل على أن خلق العرش سابق على خلق السماوات والأرض طيب الماء كان موجوداً قبل ول السماوات والأرض الماء لأن الحديث يقول وكان عرشه على الماء كما في الآية وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء فقبل خلق السماوات والأرض كان هناك ماء وكان هناك عرش والعرش فوق الماء والله فوق العرش سبحانه والخلق من صفات كماله لأنه يدل على قدرته أفمن يخلق كمن لا يخلق الله قال في مناقشة الكفر المشركين إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً هذه قضية ترى أفمن يخلق كمن لا يخلق هل من خالق غير الله أروني ماذا خلق الذين من دونه شوف آيات فيه آيات تهز يعني فيه استفهامات في القرآن تهز النفوس ومتعلقة بالخلق طيب تعالوا أعطوني الآن نماذج من هذه الاستفهامات أعطونا يا أخوان أعطونا نماذج من الاستفهامات من الاستفهامات في القرآن التي تهز النفوس وتزلزل الملاحدة هاتوا هاتوا نعم أفي الله شك فاطر السماوة والأرض غيره أم من جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً غيره 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 أم من ينجيكم في ظلمات البر والبحر أم خلقوا من غير شيئاً أم هم خالقون نبغى استفهامات نبغى استفهامات أليس ذلك بقادر عليح الموتى مثلاً النار أفرأيتم النار أأنتم أنشأتم شجرة أم نحن المنشئون الزرع أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون المني أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نبغى استفهامات مزلزلة للملاحدة أأنتم أعلموا أم الله وأيضاً يلا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم أنزلتموا من المزني أم نحن منزلون أم من يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوء طيب هذه الاستفهامات الكثيرة الموجودة التي نجدها في القرآن مهمة جداً يا أخوان في مناقشة الملاحدة والذي يتصدى لهم يعني سواء في الشبكات في الحوارات من الأهمية بمكان من الأهمية بمكان أن يعرف يتنبه إلى هذه الاستفهامات لأنها في غاية الأهمية في إفحامهم هذه إشارة مهمة جداً في هذا الموضوع الذي نحن بصدده الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وجاء في بعض الآيات يعني في مناقشات للمشركين أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ألم تر إلى ربك كيف مد الظلة هذه آيات فيها الحجة البالغة قل فلله الحجة البالغة كنا نتكلم على موضوع الخلق والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء أموات غير أحياء طيب قول عليه الصلاة والسلام في الحديث وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض الكتابة هنا أضيفت إلى الله لكن هل يلزم أن يكون باشر ذلك بنفسه سبحانه ها أجيب لا بل يجوز أن نقول كتب وقد آمر شيئاً أن يكتب كالقلم نعم فقوله عليه الصلاة والسلام وكتب في الذكر كل شيء الذكر اللوحي المحفوظ الإمام المبين فأضاف الكتابة إلى نفسه ولكن لا يلزم من ذلك أنه باشر ذلك بنفسه بل يجوز أن يأمر بذلك شيئاً يكتب طيب الذكر ما هو هنا يطلق على ماذا محل الكتابة وهو اللوح المحفوظ فالمراد أن الله كتب كل ما أراد إيجاده في تلك الساعة التي جرت فيها الكتابة إلى قيام الساعة في الساعة التي جرت فيها الكتابة إلى قيام الساعة كل شيء أراد الله أن يخلقه كتبه القلم في اللوحي المحفوظ كما قال الله إن أول ما خلق الله القلم فقال أكتب فقال ما أكتب قال أكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد راه الترمذي وهو حديث صحيح إذن أيهما خلق أولا القلم أم السماوات والأرض القلم أيهما خلق أولا اللوحي المحفوظ أم السماوات والأرض اللوحي المحفوظ طيب ما هو الدليل على طيب ما الذي خلق أولا القلم أم العرش العرش الدليل أول ما خلق الله القلم هذه الأولية خاصة وليست عامة بالنسبة للسماوات والأرض والمقادير التي فيها وما هو كائن فيها بالنسبة لذلك القلم أول لكن بالنسبة للعرش والقلم العرش أول وقد قال إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة رواه الإمام أحمد وحديث حسن وفي هذا الدليل على أن خلق العرش سابق على خلق القلم كما قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان وكان عرشه على الماء وأصل تقدير مقادير الخلائق أزلي لا أول له راجع إلى علم الله وإرادته يعني العلم بها أزلي تقدير أزلي الكتابة كان لها بداية لما خلق الله القلم لكن علمه بالمقدورات علمه بالأشياء أول لأنه من صفاته العلم من صفاته وصفاته مثل ذاته أول هو أول فعلمه أول وتقديره أول لكن الكتابة لما خلق القلم وأمر القلم بدأت الكتابة ما كان فيه كتابة قبل ذلك الكتابة اللي في اللوحة المحفوظ كتابة المقادير لكن التقدير لاحظ الفرق يا جماعة الفرق بين التقدير وكتابة المقادير تقدير أول مثل العلم مثل الذات والكتابة لا تكون إلا بعد علم فالعلم سابق على الكتابة والله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات للأرض وكتبها قبل أن يخلق السماوات للأرض بخلقها